الخبر اللي جاي لطيف هو خبر يخص المصريين بالمناسبة دايماً بحب جداً لما بسمع أي تعليق أو أي يعني رأي في حلقتنا في البرنامج فأي حاجة من أهالينا في السعيد أعتقد كده ويمكن كتير من زميلي المشتغلين في الإعلام التقليدي يبقوا عارفين الإعلام التقليدي يعني التلفزيون بكل أشكاله والراديو والحاجات التقليدية اللي هي مش ديجة اللي يعني مش أونلاين إن إحنا عارفين إنه أكتر ناس ما زالت مخلصة للتلفزيون هي أهلنا في السعيد فالنهار دا إحنا أجاب لكم خبر مستعيد بسوء خبر يخص المصريين كلهم في سعيد مصر الآن في احتفالات وزفة وزغاريت لكل المصريين أقباطها ومسيحيها ومسلميها احتفالاً بليلة عيد السيدة العذراء ماريا الألاف ولما بنقول الألاف فعلاً إحنا متكلم ألاف يعني أنا شخصياً لما بنشوف الصور ببقى خايف عليهم لكني قدر أتخيل شغفهم وحبهم وصدق المشاعر اللي بيها بيروحوا كل سنة المنظر اللي إحنا شايفينه دا للمنظر السنوي المتاد في دير العذراء في درونكا احتفالاً بستينة العذراء ماريا وأنا بحب أقول ستينة العذراء ماريا لأن كلنا بنقولها بالمناسبة أنا مش من أنصار أبداً صورة الشيخ والأسيس أنا مش من أنصار الحديث أبداً عن عنصري الأمة يعني ما حبش الكليشيهات دي ومش من أنصار القصة اللي تقولك أنا كان صحبي ما عرفش رواه مسيحي ولا مسلم إلا لما مات لا الحقيقة لأنه لا مصر الحقيقة مش كده مصر الحقيقة أحلب كتير من كده يعني مصر الحقيقة لا نعرف دين بعض المشكلة ونعرف عن بعض ونعرف تفاصيل ونحبها ونقبلها فنلاقي النهاردة أنه مسلمين السعيد يروحوا مع مسيحي السعيد يحتفلوا سوا بليلة عيد السيدة العذراء ماريم لأنها حاببتنا كلنا لأنه السيدة ماريم هي السيدة الوحيدة اللي في القرآن الكريم في سورة كاملة باسم سورة ماريم هي اللي في قال عمران قال عنها أنه استفاكي عن نساء العالمين أن الله استفاكي وطهركي واستفاكي عن نساء العالمين وهي اللي قال عنها الكتاب المقدس مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمارة بطنك فلما نحب نتفق بنلاقي ألف حاجة نتفق عليها من ضمنهم ومن أهمهم ستين العذر ماريم كل سنة وانتوا جميعا طيبين كل المصريين بمناسبة عيد سيدة العذراء ماريم اللي كل المصريين بيحتفلوا به واللي حاولتا نجيب لحضراتكم بس لقطات من الاحتفال الأكبر والأشهر في دير السيدة العذراء بدرونكا